تتهى مؤشرة الاقتصاد الكلي في المغرب بتفاقم عجز الميزاني الذي سجل مستويات قياسية غير مسبوقة نهزت الخمسة في المئة من النتج الداخلي الخام مؤشرة سلبية وإن حاولت حكومة عزيز أخانوش الجديدة بالتخفيف من وطأتها عبر طرح مسودة مشروع قانون موازنة للسنة المقبلة إلا أن ارتفاع حجم المديونية العامة إلى مستوى وصفته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية بالمقلق يحد من الخيارات المتاحة أمام الرباط لتغطية دين عام يمثل أكثر من 76% من الناتج الخام الداخلي للمملكة وضع اقتصادي هش يضع المملكة أمام حتمية اللجول الاستدانة كسبيل إجباري لتغطية عجز متفاقم بلغ درجة فشلت معها خزينة أمير المؤمنين في تزديد أجور الموظفين وهنا تتوقع الرباط اقتراض أزيد من 11 مليار دولار بعنوان السنة المقبلة باللجوء إلى السوق الداخلية لجلب نحو 9 ملايار دولار على أن تستدين نحو مليار ونصف المليار دولار من هيئات مالية دولية أرقام معلنة وأخرى مخفية أجبرت السلطات المغربية للتوجه نحو خيارات تعترف المسؤولة الأولى عن قطاع المالية في المملكة أنها صعبة بتوجيه نفقات الدين حصرية لتغطية نفقات غير قابلة للتقليص بما فيها نفقات الموظفين والتسيير موسيقى